السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بطلاب الأعزاء طلاب دفعة آراك مبارك إنهاءكم لسنة أولى وبدأكم في السنة الثانية في المرحلة الثانية من رحلة طب الأسنان في هذا الفصل رح أقول معكم أنا الدكتور عبدالله عربيات في مادة المايكروبيولوجيا ومادة الموليكولر بيولوجي بجينيتيكس الموليكولر بيولوجيا ومجزي يستک max رح تكون استكمال رحلتنا سوا في مادة البيوكميستري وإن شاء الله سوف نكمل على البنى اللي بنينا ونصلح من المشاكل اللي ممكن واجهتنا في الكورس الماضي إن شاء الله ومادة المايكروبيولوجي اللي جايين اليوم نبدأ في المحاضرة الأولى فيها قبل ما نبدأ في هاي المحاضرة المحاضرة خفيفة لطيفة عبارة عن مقدمة فان شاء الله ما رح تغلبنا انا حاب شوي هيك نحكي نفتفض شوي تمام شعبر شوي اول اشي صدقا السنة الماضية كنا معكم وشفنا قديش ممكن واجهتنا الصعوبات او واجهتكم الصعوبات في المواد المختلفة امتحانات صعبة تمام فصدقا نكونوا فخوين بنفسكم انه خلصنا مرحلة ونبسطوا من حالكم انه انا الحمد الله خلصت اول سنة في ناس من زملائكم بيتمنوا يكون مكانك اليوم بيتمنى انه قدر يعدي سنة اولى في ناس اضطرت تحول جامعة في ناس اضطرت تعيد السنة فبدي منك تكونوا بسطمة نفسك جدا تمام ويكون تزيد ثقتك بنفسك انه باذن الله القادم افضل واكثر الشغل الثانية انه انتو شايفين الظروف المحيطة شايفين اخواننا في فلسطين وفي غزة شو اللي قديم بيتعربوا اليو فهي لازم تكون مسئولية اليك مسئولية اليك انه انا الان دوري اجتهد اجتهد في المرحلة الي انا فيها عشان بكتر اساعد اخواني المسلمين تمام اساعد اخواني في فلسطين فهاي الان عليك مسئولية وعليك مسئولية لازم تكون تتحملها لازم تحاسب نفسك عليها ودك تجد وتشتهد عشان بكت تقدر تساعد اخوانك هذولا فاذا علينا مسئولية هاي لازم نحطها في بالنا من هسا وما ننسى اخواننا في فلسطين بان نساعدهم بان نساعدهم بان نقدر عليه ان كان دعاء ان كان نشر ان كان تبرع اللي بانقدر عليه كل واحد حسب بانقدر عليه هاي الشغلة الثانية الشغلة الاخيرة انه ليس في كل مرة تسلم الجرة عدينا خصوصا انا بحكي للناس اللي كانت ايش تقصر شوية تلحك حالها الحوق قبل الامتحان اذا ربنا سلمنا في سنة اولى فمش شرط كل مرة تصبط معنا بدنا الان يعني ناخد وعد على حالنا انه نبدأ بداية جديدة هاي السنة بداية جديدة بدنا نجتهد بدنا نجد بدنا نجدد النية انه انا كل حرف بدي اتعلمه كل روح الي على الجامعة كل محاضرة كلاته هذا يكون تجدد نيتك انه يكون في سبيل الله وباذن الله بتاخد عليه اجر انت هيك هيك رايح على الجامعة وهيك هيك جاي تحضر محاضرات وهيك هيك راح تتعب ومواصلات وواواواوا تمام؟ فليش ما انك وانت في كل هاي الرحلة تكون قاعد تقدر لك عدات حسنات مستمر وانت هيك هيك ماشي فيها فانوي انوي هاي تكون كل دراستك في سبيل الله وبإذن رب العالمين بيثيبك عليها اوكي فايذا نجد حالنا راح نبدأ الان في اول محاضرة اللي هي مقدمة لمادة المايكروبيولوجي علم الاحياء الدقيقة تمام؟ اوكي فايذا هاي راح تكون عبارة عن مقدمة طبعا هون عندنا learning outcomes اهداف المحاضرة راح نتعرف اول شي شو عنا كلمة مايكروبيولوجي شو يعني علم الاحياء الدقيقة راح نعرف الميديكال مايكروبيولوجي اللي هو علم الاحياء الدقيقة الطبي هو احدى فروع المايكروبيولوجي بشكل عام بعدين بدنا نيجي نعرف اللي هم البرانشيز المختلفة من المايكروبيولوجي اللي من ضمنها الميديكال مايكروبيولوجي بعدين ننوح على الابليكيشنس وهذا اللي شفنا في مادة البيوكيميستري انه في البيوكيميستري ما كنا نحفظ كل ما كنا نحفظ كل هاي التفاعلات هيك بس عشان بدي احفظها لانه انا في لتطبيقات عملية في عندنا امراض بتسيب بسبب نقص او مشاكل في هاي الانزيمات المختلفة فنفس الاشي في المايكروبيولوجي انا مش جاي احفظ اسماء كائنات حية دقيقة اسماء بكتيريا براسايتس اسماء فانجاي مش جاي احفظها هيك لانه انا في لتطبيقات عملية فلازم اتعرف على هاي التطبيقات نحن ناخد جزء من هاي التطبيقات بعدين نتعرف على مجموعة من العلماء والاطباء الرواد او الرائدين في مجال المايكروبيولوجي اللي اتركوا اثر في هاي او احرزوا تقدم في هاي المادة وبالتالي ظل اسمه مذكور لليوم نحن نعرف على الاقل منهم ايش اربعة هادول اللي كانت مساهمتهم في تطور هذا العلم ووصوله لالنا لليوم اخيرا نعرف اللي هي ايش النقاط التحول كانت في هذا العلم ايش فيه الاشياء اللي النقاط اللي نحكي قلبة الطاولة قلبة الوضع مئة وثمانين درجة وغيية مفهومنا عن المايكروبيولوجي من ضمن هاي الامثلة على الاند� مارته كان اكتشاه المايكرو سوكوب اللي هي الاداة التي احنا او انشاء المايكروسكوب اللي هي الاداة لاعتم بالبعل في المايكروبيولوجي اللي اغلب شغلنا يوجد على المايكروسكوب والشغل الثاني ذا ت THND التي مرز بعد ذلك طيب هيا لنبدأ ما هو المايكروبيولوجيiving؟ ما هو علم الأحياء الدقيقة؟ عندما نعرف أي مصطلح، يجب أن نقسمه ونعرف ما أجزائه كلمة مايكرو في مايكرو بيولوجي معناها ضئيل أو تايني يعني إيش دقيق صغير كثير بيو معناها لايف حياة و أولوجي معناها علم فهو العلم المختص بدراسة الكائنات الحية الدقيقة تمام؟ فإن تلسى الكائنات الحية الدقيقة طبعا أحكي الكائنات الحية دقيقة، ما يعني دقيقة؟ يعني مثلا ممكن تحكي الذبانة كائنات الحية دقيق، صغير في الحجم يقول لك لا، لازم لما نحكي مايكرو اوغانزم لهم يوجول يوجول بيكونوا إيش؟ لس دان ون مليميتر يعني حجمهم بيكون أقل من واحد مليميتر وبالتالي أنا يصعب علي أشوفهم بالعين المجردة يصعب علي إني أشوفهم أنا بالعين المجردة رح أستعين بأدوات من ضمنها قلنا المايكروسكوب عشان أقدر أشوف هاي الكائنات الحية تمام؟ which requires some form of magnification تمام؟ فإذا أنا عشان أقدر أشوفهم أنا أحتاج أداة تكبر ليها عشان أقدر أشوف هاي الكائنات الحية to be seen clearly عشان أشوفها بالوضوح طيب، ماذا عندي أمثلة على الكائنات الحية الدقيقة؟ أمثلة الكائنات الحية الدقيقة البكتيريا بأنواعها المختلفة كلها تعضي عن حكاة النورة قدام فبدناش نستبق العبور ثانيا، الفيروسات ثلاثة، فانجاي الفطريات وأربعة، البراسايتس أو الطفيليات وهي هنا أمثلة على كل هذه المايكرو أورغانزم طيب، ما يعني مايكرو أورغانزم؟ بيقول لك بسيطة مايكرو أورغانزم هو أي أورغانزم هو أي كائن حي of microscopic size حجمه يعني بحتاج أنا للمايكروسكوب حيان أقدر أشوفه من كثر ما هو حجمه الصغير الآن هذه المايكرو أورغانزم بحكي لي تأتي على نوعين إما تكون كائنات تعيش بمفردها كائنات دقيقة تعيش لوحده يعني منفرد أو ممكن تعيش في colonies يعني تعيش في مجموعات يعيش مع بعضها البعض فإذاً يعيش بشكل منفرد أو ممكن تكون colony of cells يعني مجموعة من الخلايا مجموعة من الخلايا التي تعيش أو مجموعة من الأورغانزم التي تعيش مع بعضها البعض وهي هنا أكبر مثال على colony of microorganisms أو colony of cells طيب ما هي فروع المايكروبيولوجي؟ branches of microbiology المايكروبيولوجي هي مش يعني نحكي عن مادة واحدة فقط أو نحكي عن كائن حي واحد المايكروبيولوجي عبارة بيشبه كيف قوس المطر وفي مجموعة من العوامل ومجموعة من الكائنات الحالة تندرج من دروسها في المايكروبيولوجي يعني زي إيش مثلا؟ شخص لك عبيض يسمي هذا العلم بكتروجي لا نساعد من الفيروس ويسمي المائكروبيولوجي ذو علم الفيروس دراسة الفيروس مالكاتِ جراجه إجتماعي الفطريات أو علم الفطريات ندرس في الفطريات المختلفة مثل اليس اللي هي زي الخميرة المولز العفن هاي كلها تعبارة عن أنواع من الفطريات المختلفة نيماتولوجي خلووا ليها شوي نيماتولوجي نزللي على باراسايتولوجي باراسايتولوجي هو علم الطفيليات علم الطفيليات أي واحد منكم يقابلكم أو صحابكم اللي بدرسوا في مصر بيقول لك آه والله شو عندك الفصل هذا منازل يقول لك والله عندي بارا بارا هاي ما فو يعني بارا مش رح تسمحها غير عندهم بارا هي اختصار لباراسايتولوجي علم الطفيليات لأنه الباراسايتس عندهم في مصر يعني منتشر بشكل أكبر فبركزوا عليها فما تسمع بارا عرف أن اختصار لباراسايتولوجي علم الطفيليات تمام الآن الطفيليات في منها أنواع كثيرة في منها أنواع مختلفة الديدان في عنا الديدان تعتبر ببعضه هي من الباراسايتس والديدان هاي لها أكثر من نوع هناك نوع من الديدان هناك نوع من الديدان الديدان الخيطية خيطية الشكل يسميها نيماتود عندما أدرسها يسمي العلم نيماتولوجي نيماتولوجي علم الديدان الخيطية والأمثل عليها الدودة المنزل لا مهمة ثم يوجد الفيكولوجي والبروتوزولوجي الفيكولوجي فايكو من الألجاي العلم يدعو سطحالب الواحدة يسميها وبروتوزولوجي من بروتوزوة اللي هي الأوليات ما كان الأوليات؟ أخذناها في الأحيام المدرسة مثل الأميبة الأميبة هي أحد أنواع الأوليات لتبع الأقدام الكاذبة لبرميسيوم أيضا أحد أنواع الأوليات وغيرها فعلم دراسة هذه الكائنات الأوليات نسميها 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 وما بدنا ندخل أي شيء الأوليات وكيف نفرقها نتركوا ليها تمام؟ فإذا نلاحظ أن كل ياتها تعتبر من علوم المايكرو بيولوجي يعني تندرج تحت المايكرو بيولوجي أو فروع المايكرو بيولوجي طيب تطبيقات المايكرو بيولوجي مهم جدا أنا لأيش بدي أستعمل هذه المايكرو بيولوجي بيقول لك أنا في عيني استعمالات عديدة كل تخصص بيأخذ بيدرس حسب يعني بيستخدم المايكرو بيولوجي حسب اللي هو يعني بإيش رح يستخدم هذا العلم فمثلا أنا عندي اللي إحنا بهمنا هنا المايكرو بيولوجي المايكرو بيولوجي اللي هو رح أدرس فيه المايكرو أوغانزم المختلفة المسؤولة عن إيش إنها تسبب لي أمراض عند الإنسان For the human diseases تمام؟ This is the application related to our field هذا هو التطبيق اللي إحنا بهمنا هنا واللي إحنا نركز عليه المايكرو بيولوجي المايكرو بيولوجي المايكرو بيولوجي المايكرو بيولوجي اللي بتسبب لي الأمراض وكيف أنا ممكن أعالجها الآن التخصصات الثانية برضو يدوسوا مايكرو بيولوجي مثلا اللي بيدوس تخصص العلاقة بالزراعة بيدوس إشي اسمه أجريكولترال مايكرو بيولوجي اللي هي بتركز على موضوع الزراعة اللي أنا في عندي مايكرو اوغانزم اللي هدخل في عملية الزراعة The study of مايكرو اوغانزم that interact with the plants and soils اللي هعلاقة في النباتات والتربة تمام؟ أمثلة على هذا بس مثال الدكتور ذكره النايترويجين داخل جذور النباتات في التالي مجموعة من البكتيريا اللي بتثبت النبات من هذه الجذور عشان إيش ناخذها النبات و و يستطيع منها في صناع الغذاء تمام؟ فإذن النايترويجين إيش ناضية البكتيريا اللي بتثبت النباتات من اللزراعة اللي داخل جذور النباتات المختلفة عندي الفود مايكرو بيولوجي اللي هو بد Sacred healthy What's skin اللي بتخرب الأكل اللي تمام اللي بتخرب الأكل بتعب أمر أي شيء مايكروبيولوجي هو أصلاً كيف تكون بفعل خميرة هي اللي يكون عادين ونتكو يتخمر بعدين نخبزه عشان يأتينا الخبز فإذا هون استعملنا المايكرو اوغانيزمز في صناعة هذا الخبز حكينا على مايكروبيولوجي مايكروبيا بايو تكنولوجي بايو تكنولوجي يعني صناعة عملية الصناعة باستعمال الاوغانيزمز المختلفة فهو هون باستعمل مايكروبز عشان أصنع منه أشياء يعني أصنع منه مواد استهلاكية أخيراً فارماسوتيكال مايكروبيولوجي هي أني أنا باجي بستعمل هاي المايكرو اوغانيزمز بستعملها عشان أصنع مواد دوائية زي مثلاً بقدر استخدم أنا المايكروبيولوجي المايكرو اوغانيزمز عشان أصنع مطاعيم وممكن أنا أستخدم المايكرو اوغانيزمز عشان أصنع برضو أنتيبيوتكس فإذا هون في مجال إيش علم الأجوية تمام؟ زي ما قلنا أنا بهمني أهم إشي إيش المايكروبيولوجي طيب الآن نبدأ عن رواة علم المايكروبيولوجي الآن كل واحد من هذول العلماء ساهم بشكل كبير ساهم بمجال معين في تطور هذا العلم العلم اللي هو راح نشوف له قدام إنه كثير مفصل وفي معلومات كثير تمام؟ وممكن يكون صعب شوي بالحفظ ولكن هاد تلكوها علي إن شاء الله تمام؟ نبدأ فيهم واحد واحد بروي نعرف شو إنجازاتهم اللي أنا بخطط لك إياه هو أهم إشي بسم الله أول واحد عندي اللي هو أنتوني بان لين وينهوك أنتوني بان لين وينهوك هذا العلم عاش من 1632 إلى 1723 شو أهم إشي أعرف شو ساهم في هذا العلم هو أول من أنشأ مايكروسكوب بس المايكروسكوب اللي أنشأه اللي احنا شايفينه هون هو مايكروسكوب بداي شايفينه هاي القطعة الصغيرة اللي ماسكها بإيده هون هذا هو المايكروسكوب المايكروسكوب بدايي كان عبارة بس عن قطعة تيجي فيها عدسة وبتتفرج من خلالها على العينة هذا بسبب بفعل هذا بس مجرد هاي القطعة اللي اكتشفها وأنشأها حصل صار اعتبر رائد من غواد المايكروبيولوجي تمام؟ بل عب العكس شو شو مسمينه الفارده المايكروبيولوجي طب ليش؟ لأنه أنا بدون هذا المايكروسكوب كان يصعب علي بل ممكن يستحيل علي أن أقدر أشوف هاي المايكرووجيزم فمجرد إن شاء لهذا المايكروسكوب قدرنا نتقدم خطوة أكثر بإننا نقدر نتعرف على هاي المايكرووجيزم تمام؟ إذن هو قدرنا نتقدم خطوة المايكروسكوب وهو أساس كل المايكروسكوب هذا الممكنني أشوف هاي الكائنات الحية وأدرسها تمام؟ طبعا هون شو كيف كان المايكروسكوب؟ قدرنا نتقدم خطوة المايكروسكوب يعني كانت تكبر حجم الكائنات هاي 250 ضعف هاي لازم نعرفها كيف كان المايكروسكوب؟ 250 ضعف طبعا قدرنا نتقدم خطوة المايكروسكوب هاي البقايا لما أجل تفرج عليها وجدت انه في خلايا هون خلايا موجودة خلايا حية جو هاي التيث سكريبنجز تمام؟ فبالتالي استعمل هون هذا المايكروسكوب الخاصي تمام؟ وأهم اشي إيش؟ هاي كان أولا لتنظر بكتيريا وبروتوزوة أول من شاهد البكتيريا والأوليات هو هذا العالم اللي هو مين؟ انتوني بان ليون هوك طيب نيجع اللي بعده روبرت هوك روبرت هوك روبرت هوك شو كان انجازه؟ اللي خلاه أحد البيونيرس في المايكروبيولوجي كان انه هو اجا كون المايكروسكوب المطور من البرميتف اللي هو الكمباوند مايكروسكوب اذا اجا عدل على المايكروسكوب واستعمله وصنع نوع ثاني سمينا الكمباوند مايكروسكوب الكمباوند مايكروسكوب هو نفسه الكمباوند مايكروسكوب لكن اللهم نستعمل فيه بدل لنس واحدة بالإضافة يعني بالإضافة انه كان يعطي تكبير أفضل اوكي فإذا هون استكونني اللي هو روبرت هوك كونني الكمباوند مايكروسكوب وبعدين استعملوا شو فحص فيه اجا جاب تعرفوا قنينة الشامبين اللي بيشربوها الناس هاي القنينة مش بتكون مغلفة بحبة فلين هاي حبة الفلين هاي شو اسمها اسمها كورك اللي عبارة عن ايش جاي من نبات اسمها كورك هاي اجا اخذ منها تن سلايس وحطها تحت المايكروسكوب لما حطها تحت المايكروسكوب هذا المنظر اللي يطلع عنده فلما يطلع عنده هذا المنظر مجموعة من الغرف الصغيرة الفارغة شو هو الذكر؟ راح ربطها بنفس الغرف هاي هاي الغرف اللي احنا شايفينه هون في هاي الصورة هاي الغرف بيستعملوها مين؟ بيستعملوها الكهنة تكون غرفة صغيرة هيكة على قده بيستعملوا هاي الكهنة هاي تسمى هاي الغرف تسموها سيلس خلايا فلما اجل تتفرج هو شاف على الكمباون ميكروسكوب شاف هذا المنظر قل لك هذول بيشبه هذول فبقى سميه انا على نفس الاسم سميهم سيلس خلايا وهيك روبرت هوك كان اول من اطلق اسم الخلايا على ايش؟ يعني اطلع باسم الخلايا هو روبرت هوك تمام؟ فإذا استعمل الكمباون ميكروسكوب لتنظر الكمباون ميكروسكوب وهو جاي من النبات فهو اردت ان الكمباون ميكروسكوب غرف الالاف من الغرف الصغيرة الفارغة وهو يسمى سيلس اول من طلب هاي الكلمة سيلس طبعا ما هي السيل؟ هن كتب لها غرف الصغيرة يستعملها المونك او الراهبة لتنظر المحراب الخاص فيه يعني زي المحراب الخاص فيه تمام؟ فالمهم اللي يجب أن نعرفه أن روبرت هوك هو أول من طلب هاي الكلمة هو روبرت هوك أول من طلب هذا الاسم طبعا لازم نعرف أنه السيلس من أيام البيولوجي درسناها أنه هي ايش؟ هي أصغر وحدة حية وتعتبر أساس الحياة طبعا نعرف أن السيلس مجموعة السيلس تكون لي اللي هي الخلايا تعمل لي أنسجة مجموعة الأنسجة أرضاء مجموعة الأعضاء تعمل لي جهاز عضوي ومجموعة الجهاز العضوي يعمل لي اللي هو الكائن الحي كامل هذا الترتيب في الكائنات الحية أوكي؟ طيب الآن يجعل لي بعد الويس باستر الويس باستر طبعا يعني بتخيل أغلبنا عرفه تمام الويس باستر كثير معروف أكيد معنا في أيام التوجيهي الويس باستر هناك كنا نسمينا أول واحد سمينا أول واحد ميكروبيولوجي هنا الويس باستر يسميه أول واحد ميكروبيولوجي أول واحد ميكروبيولوجي ماذا كانت إضافة لمايكروبيولوجي؟ كانت إضافته أنه أجا اخترى مطوم لعدة أمراض اخترى أو توصل لمطاعيم لعدة أمراض تنشأ بفعل الميكروغانيزم ما هي الأمراض؟ أول مرض أول مرض يسمى مرض يصيب الدجاج يسمى مرض هذا المرض كيف كون المطوم؟ يقول لك وجد أنه لديه فيروس يسوي لهذا المرض تمام؟ أجا جاب هذا الفيروس الذي يسبب هذا المرض جابه وضعفه أجا وضعفه صار مضعف يعني مضعف يعني ليس قول الفيروس لا صار وراح وعط يعني حقنه في الدجاج تمام؟ أجا هذا الدجاج بفعل هذا الفيروس الضعيف الجهاز المناعة داخل الدجاج راح حارب هذا الفيروس حاربه وقضع عليه بعد ذلك بعد ما حاربه وقضع عليه يوجد مرة ثانية لويس باستر حقن الدجاج بالفيروس القوي عندما أجا بدي حقن الدجاج بالفيروس القوي هنا الجهاز المناعة داخل هذا الدجاج راح قضى على هذا الفيروس فهيك هو اخترع مطعوم خاص بالفيروس ما هي فكرة المطاعيم؟ المطاعيم فكرتها أنه أنا بجيب جزء من المايكرو اوغانيزم بخليه ضعيف تمام؟ وبوح بعطيه للجسم وبخلي الجسم يواجه هذا المايكرو اوغانيزم لما يواجهه تمام؟ ويقضي عليه الجسم بيصير عنده زي ميموري أنه جهاز المناعة في الجسم آه الله عندي خلاص هذا الفيروس قضيت عليه المرة بعدها اللي بيرجع هذا الفيروس بيكون قوي يرجع ويدخل على الجسم مباشرة جهاز المناعة في الجسم بيقضي عليه بسهولة فهذا مبدأ هو الفاكسين فبهذا المبدأ الويس باستر كون الفاكسين الخاص بالتشيكين عن طريق انه يعرض التشيكين للتشيكين اللي هو الشكل المضاعف أو وبعدين هيك سيصير هذا الدجاج مقاوم للفاكسين القوي الفعلي تمام؟ وهذا ما كان بس الفاكسين الوحيد اللي كونه الويس باستر هو برضو كون باكسين لأمراض أشد فتكاً وخطراً ما تهدد الحياة زي الانثراكس الباسيلس انثراكس اللي هو مرض الجمرة الخبيثة اللي كان يقتل قتل أعداد رهيبة من البشر برضو كون باكسين ل الريبيس داء الكلب داء الكلب اللي هو هذا المسير لما يكون مثلا كلب مسعور يعط بني آدم هذا المرض لليوم لليوم إذا ما تم معالج بسرعة فنسبة الوفاة فيه مية في المية إذا وصل الدماغ نسبة الوفاة فيه مية في المية فتخيل إنك تنشئ باكسين خاص بهاي الأمراض اللي كانت تبتكت حياة البشر إذن فعلاً لويس باستر أحد البيونيرس بهذا المجال هل باستر توقف هنا؟ لا هو ما توقف هنا وراح كمان اكتشف لي عملية الباسترائزيشن اللي نحنا كل هاتنا تقريباً نعرفها لعملية الباسترة إيش عملية الباسترة؟ لما يجيك تجيب حليب لما تشتري حليب بدك تتأكد تشغل تحتي النار عشان إيش؟ تعمله باسترة عشان بتحميه بتحميه حتى إيش؟ تقضي على البكتيريا الموجودة فيه فهذه هي عملية الباسترائزيشن طيب كيف تعرف كيف لويس باستر وصل لهاي العملية؟ هيك فجأة بمحضر الصدفة جواب هو لا لويس باستر أجي أعمل تجربة هاي التجربة اللي هي اسمها سوان نيكت فلاسك إكسبريمنت شو يعني سوان نيكت؟ سوان يعني بجعة هاي سموه سوان نيكت فلاسك هذا اسموه فلاسك تعرفوه سوان نيكت لأنه هاي رقبته يعني هذا شعف الفلاسك بشبه رقبت البجعة فسموه سوان نيك فلاسك سوان نيكت يعني الفلاسك اللي اللي له رقبه بتشبه رقبة البجعة تمام؟ سوان نيكت فلاسكت شو اللي صار هون؟ اللي صار انه هو جاب تمام؟ جاب سائل معين او غرب النظر ايش هو اجا وحمى لما حمى تركوا بعدين يهدى تمام؟ طبعا حمى لدرجة حرارة اقل من 100 درجة مئوية لما تركوا لما تركوا يهدى ويروق وجدوا بعدين انه ما في بكتير قاعدة بتنمو هون تمام؟ لكن لما اجا مرة ثانية حمى او يعني حب هيت تحت وبعدين راح شال لما شال هاي شالها تمام؟ اللي صار ايش؟ اللي صار انه صار معرض للهواء الخارجي ونمت البكتيريا في هذا الفلاسك فاذا هون اللي وصل له انه لما انا اجي احمي هذا المحلول تمام؟ ودرجة حرارة معينة ودين اتركوا وما عضو الهواء الخارجي هيك انا بمنع انه البكتيريا تتكاثر فيه تمام؟ فاذا عملية حفظ للطعام مثل الملك وعصير الفاكية حرارة قليلة اقل من 100 درجة سيليسيوس عشان نقضي على كل الباثوجينز الموجودة هناك طبعا سمى على اسم باستر اللي هو اكتشفها تمام؟ وهيك وصل ايش انه اللي بسيب في بعض هذه السوائل ممكن انا امنعه من خلال عملية التسخين هاي لمدد لدقائق قليلة تمام؟ ها هي عملية البستوريزيزيشن اللي سميت على اسم لويس باستر تمام؟ اوكي فاذا اذا هيك هين عرفنا كيف لويس باستر شو كان شو قدم للمايكروبيولوجي بعده عندي انا روبرت كوك روبرت كوك تمام؟ كان مساهمته انه هو اكتشف واحد من اهم المايكروورجانزمز اللي كانت منتشرة قديما ما زال اليوم موجود وما زال اليوم هو يعني بده علاج خاص فيه رح نتعرف عليه اتوقع له قدام اللي هو تي بي بكتيريام اللي هو البكتيريا بكتيريا مرض السل مرض السل اللي بيسبب اللي هو تيوبركيلوسيس مرض السل اللي هو مرض يصيب الجهاز التنفسه بشكل اساسي وبيضل موجود في الجسم هذا البكتيريام وممكن ينتقل لأماكن اخرى وهو يعني اذا ما تم علاجه فسبب مشاكل كبيرة وقد يهدد حياة الانسان تمام؟ فاذا لما اكتشف هذا روبرت كوك اكتشف هذا البكتيريام فكان قفزة نوعية برضه في علم المايكروبيولوجي برضه هو اكتشف كيف المرض الجمرة الخبيثة اللي لويس باستر كونه الفاكسين اكتشف كيف بتم السايكل تبعته دورة حياته وبرضه اكتشف مرض الكوليرا واللي برضه قتل الالاف اذا مش الملايين من الناس او مئات الالاف من الناس برضه مش موقفت شوان روبرت كوك اجا انا صمم لي الاغر الاغر هو عبارة عن جيلي انا بستعمله في المايكروبيولوجي عشان اخل ازرع البكتيريا فيه او ازرع المايكرو اوغانيزم فيه عشان بعدين اقدر اشوفها تحت المايكروسكوب هاي كانت قبضة نوعية كثير ليش؟ لانه الاغر هو مادة صلبة فاذا اقدرت ازرع البكتيريا فيه انا بقدر بكل سهولة اتعامل معها احفظها اشوفها تحت المايكروسكوب غير ما استعمل ايش؟ وسط زراعة سائل تمام؟ فاذا لما اكتشف هذا الاغر الجيلي انا بزرع عليها البكتيريا وكل بكتيريا بالهجيلة خاص فيها تمام؟ على وسط صلب بدل وسط سائل تمام؟ وبذلك سمي روبرت كوك the father of medical microbiology لانه هنا هو اكتشف بكتيريا بسبب مرض للانسان اسمه father of medical microbiology وبرضو the father of bacteriology لانه هذا الاغر هو اهم اشي بستعمله انا عشان ازرع البكتيريا واتعرف عليها اوكي؟ ماشي ليجي علي بعده Alexander Fleming مخترع او مكتشف البنسلن Alexander Fleming هو عبارة عن كان طبيب اسكوتلندي تمام؟ كان بيوم الايام بيجي بزرع بكتيريا وما الا ذلك ففي واحدة من الوحدات ركز القصة بدي احكيها ليست تكون واقعينة في المية بس بدي احكيها عشان تركز معي تمام؟ كان معه ايش؟ سندويشة هاي السندويشة راح تركها نسيها في مكان بعد فترة تعفنت طلع فطر هاي السندويشة كانت بجانب عينات البكتيريا اللي كان ايش زارحها فوجد لما اجا شف هاي السندويشة وشاف العينات وجد انه المناطق اللي كان موجود فيها الفطريات اللي نشأت بسبب العفن تمام؟ ما نمت عندها بكتيريا ما نمى بكتيريا بجنبها فقال اه هاي الفطريات اكيد كونت مادة منعت نمو البكتيريا تمام؟ لانه هاي الفطريات هون ما في عندي بكتيريا قليلة هون تمام؟ وهنا ما في اصلا فهيكا توصل بعد دراسة توصل ايش اليكساندر فليمينج توصل الى ايش انه اكتشف البنيسلين البنيسلين هو احدى اشهر الانتي بايوتكس المضادات الحيوية والتي ما زال يتم استخدامها مع شوية تعديلات الى يومنا هذا اذا اكتشف البنيسلين وهذا المضاد الحيوية تم استعماله على المرضى في الحرب العالمية الثانية ونال عليها اليكساندر فليمينج مع عليها جائزة نوبل تمام؟ طبعا مين اللي يصنع هذه المادة الكيميائية اللي بتقتل البكتيريا هو عبارة عن فطر فنقص اسمه بنسيليم بنسيليم روبينس بنسيليم روبينس وعليه يسمي اسم بنسيليم تمام؟ فإن البنسيليم اللي هو مضاد حيوي أو نسميه انتيمايكروبيال يعني مضاد للميكروبات تمام؟ بيقتل الميكروبات انتيمايكروبيال أوكي؟ هذا تم اتشافه عن طيير الكساندر فليمينج واللي تم استخدام اللي هو يتم تصنيعه في داخل الفطر بنسيليم بنسيليم روبينس أوكي؟ تمام؟ عندي بعدين جوزيف لستر جوزيف لستر هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن جراح تمام؟ هو جراح بريطاني شو كان يسوي عليك جوزيف لستر؟ جوزيف لستر كان يأتي يعمل عملية على المرضى بعد العملية الجرح مكان العملية يصبح فيه التهاب أو عدوى يعمل العملية يصبح فيه التهاب عدوى فهو قال انا بدي امنع هذا الالتهاب الذي يحدث في الجرح العملية فشو سوى؟ بيقول لك هو أنه يعمل تجارب يعني يعمل تجارب وعلى يشوف الأمراض وتصيب المرضى وعلى يشوف الأمراض ويصبح في المرضى خلو ليها قليلا يقول لك في هاي في الامر 1870 فهو تجارب فهو تجارب كاربوليك أسيد ستيم سبرير اختراح هذا شاهدين هذا البخاخ بخاخ يضع فيه مادة اسمه كاربوليك أسيد كان يجي يقول لك يعمل عملية للمريض وعندين يرش هذا السبري عندما يرش هذا السبري وجد أن هذا السبري كان يمنع نمو البكتيريا على الجرح وبالتالي يمنع الالتهاب أو العدوى فإذا فهو تجارب كاربوليك أسيد يقتل البكتيريا مصطلح أنتيسيبتك معنى أنه أمنع نمو البكتيريا أمنع تكون سموم هذه البكتيريا في الجروح عشان يسموه أبايونير أوف أنتيسيبتك سيرجري اللي هو منع تكون الالتهابات في الجروح التي تلي العمليات وهيك تم اختراح هذا السبرير وصاروا يستعملوه عشان يمنع تكون الالتهاب في الجروح أنتيسيبتك اللي ما زلنا نستعملها ليومنا هذا ليومنا هذا أي إنسان بيعمل عملية بعد العملية احنا منعطيه مواد عشان نمنع حدوث التهاب أو تلوث في هذا الجروح بالتالي تكون البكتيريا والعجوة فيه تمام؟ فإذا هذا هو مين الجوزيف لستر عندي بعدين ادوارد جينر ادوارد جينر ادوارد جينر ضور جدا نعرفه لأنه هو اول من اخترا اول من يعني كون المطاعم هو ادوارد جينر اول انسان ايش طلع بمصطلح او مفهوم المطاعم ليش؟ هو كون اول مطعوم اكتشف اللي هو مطعوم البوكس مطعوم البوكس اللي هو الجدري المائي مش الجدري الي اللي احنا نعرفه اللي هو الكاوبوكس اللي احنا نحكي شو قصته قصته كالتالي بيقولك كان في المأحل اللي هو عاش فيها كان منتشر مرض الجدري المائي وهذا مرض كان يقتل يعني يقتل بالاعداد بالمئات فأيجا هو قال انا بدي ألاقي طريقة علشان امنعهم انه يقتل هدول الناس اجا هو بيعرف انه انا في عندي هذا السمول بوكس بيعمله فيروس من البوكس ساميلي فيروس من البوكس ساميلي بيعمل هذا السمول بوكس الجدري المائي فيه له هذا الفيروس اللي بيعمل السمول بوكس فيه له ابن عم تمام بيعمل نوع ثاني من انواع البوكس اسمه ايش اسمه كاو بوكس اذا هو بسبب جداي بس ايش البقر في البقر فقال تعال انا بدي اعمل تجربة هاي التجربة بدي اعمق في عندي هدفين منها ايش اهداف هاي التجربة الهدف رقم واحد انه انا بدي اعرف هل هل الكاو بوكس انا كاتب تشكين هي كاو هل الكاو بوكس ممكن ينتقل من شخص لشخص هاي النقطة النقطة الثانية لازم اعرف هل الناس اللي يصابوا بالكاو بوكس هل ممكن يكونوا محميين عندهم مقاومة للسمول بوكس هذول السؤالين اللي كانوا بديوه يجاوب عليهم فعجي اعمل هاي التجربة عندك هاي الصورة في عنا كان عنده خادمة كانت تحلب البقر كانت تحلب البقر وجد انه هاي الخادمة في يوم الايام طلع عندها طفح اللي هو ايش الكاو بوكس وطلع عندها طفح جلدي وبرضو البقرة اللي كانت تحلبها برضو طلع عنده طفح جلدي فاذا نقل لك هذا كاو بوكس الكاو بوكس هذا اذا انتقل من البقرة لهاي الخادمة بعدين راح جاب كان في عنده بستان كان في عنده جاردنر بستاني تمام بيشتغل عنده فابن هذا البستاني اسمه جيمس فبس تمام هذا صا ايش شو سوى قال بدنا نشوف هل اول ايش راح ينتقل المرض من هاي الخادمة الكاوبوكس لا جيمس ولا لا الخادمة طبعا اسمها ايش سارا نونس ان لهوا فاذا نشى عندي طفح فيه عند سارا سارا اجراح شو سوى اخذ الطفح اللي عليها اخذ المادة الموجودة فيه وراح ايش غزها في جيمس الولد الصغير لما غزها في جيمس انتقل المرض من الكاوبوكس انتقل الطفح من سارا لجيمس فاذا اول هدف كان له قال نعم ممكن ينتقل الكاوبوكس من شخص الى شخص ممكن ينتقل من شخص الى شخص هاي اذا اول واحدة قلنا نعم بنتقل هذا المرض من شخص الى شخص النقطة الثانية قال طيب الآن جيمس أو فبس صابوا المرض صار عنده طفح جلدي قعد تعبان اسبوع بعدين طاب الحمد لله لأنه الكاو بوكس أصلا مش قولنا ابن عم السمول بوكس هذا مرض خفيف هذا اللي هو احنا بنجدره تمام اللي نجدر زيه كان مرض خفيف تمام اللي صار بعدين إنه هو أجا تمام جاب فبس تمام جابه هذا صار فبس صيب بالكاو بوكس وانشفه راح على على ايش على شخص مصاب بالسمول بوكس مصاب بالسمول بوكس هذا اللي هو ايش اللي بيكون خطر أجا أخذ منه عينة أخذ عينة من قصور من الطفح اللي عنده وراح غرر راح ايش زراحها في فبس الولد الصغير لما زراحها في فبس فبس شو صار ما أصيب بالمرض أصلا كان تحضر فهيك جاوب النقطة الثانية إنه الناس اللي أصيبوا بالكاو بوكس من قبل صار عندهم مناعة للسمول بوكس لأنه الكاو بوكس والسمول بوكس هم من نفس العيلة البوكس فيروس البوكس فيروس ساملي تمام فإذا هيك هو اختراع الفاكسين بصورة البدائية إنه آه والله إذا أنا خليت الناس بالأول يصيبهم كاو بوكس تمام فأنا هيك شو راح أحميه اللي هو مرض عادي ممكن يعني يشفى منه بسهولة أنا هيك أحميه من المرض الخطير اللي ممكن يهدد حياتهم اللي ممكن يهدد حياتهم فهذا إذن كان هون عنا إيش جينر كان أول شأول من طلع بالفاكسين بمصطلح الفاكسين أو المطاعيم اللي هو كمطعوم للسمول بوكس أوكي أتوقف لدينا آخر واحد اللي هو جون تيندل جون تيندل هذا في طبعا 18 1876 أتوقف لدينا 2 بكتيريا هو أجل وقال لك أنا عند البكتيريا نوعين ليس نوع واحد عندي نوع حساس للحرارة أو يتأثر بالحرارة أو يموت إذا زادت الحرارة عليه وفي عندي أنا نوع ثاني مقاوم للحرارة هيك قسم البكتيريا نوع حساس للحرارة اللي هو أنا مباشرة بموت تمام لما أعمل بويننج وفي عندي نوع لا هو نوع مقاوم لهذه الحرارة طيب إذا نقول نجاب هذه البكتيريا قال لك في بكتيريا أجل ورفع درجة الحرارة المية صاريغ للماء وماتت هذه البكتيريا قال لك هاي هيت سنستيب البكتيريا الثانية غلى درجة غلى الماء يعني درجة الحرارة المية صارت هون بعدين تركها تهدى في بكتيريا ظلت عايشة قال لك هاي بكتيريا هيت رزيستنس ونحن نعرف بعدين ليش انه في عندها جزء اسمه سبورس أو اندو سبورس هاي اندو سبورس هي اللي بتحمي بتحافظ على الخلايا الضل موجودة وتسرفايف هون في هذا الوسط طيب قال لك رجع مرة ثانية شو سوى مرة ثانية حمى الماء وغلاها لا ميت سيليس يص لما رجع غلاها وجد انه البكتيريا اللي كانت عاشي قل عددها عاد المرة عاد الشغل مرتين ثلاث خمس مرات بالنهاية قبع على كل البكتيريا حتى الهيت رزيستنس بكتيريا لما رجع غلا وخلا الماء تهدى بعدين رجع غلي ومرة ثانية خمس مرات وجد انه حتى الهيت رزيستنس بكتيريا يقبع عليها تمام فإذا الهيت رزيستنس قلنا ايش دسترويد إيس يعني خلال البيلين الهيت رزيستنس ايش في عندها انواع زي اللي هم يسمون اندوس بورس عندها بتخليها تحميها من الحرارة ولكن هون دنتل عفوا هون وضح انه حمي وتكويبورد حمي وتكويبورد تمام إذا عدت خمس مرات فانا سأقتل جميع هاي البكتيريا حتى الهيت رزيستنس بكتيريا this known as سموه sterilization عملية التعقين فإذا بدي أنا أفرق ما بين pasteurization اللي اكتشفوا الويس باستور وال sterilization اللي اكتشفوا جون تندل كان بس مجرد اني أحمي لأقل من 100 سيليسيوس وقت يرتاح هاي كان pasteurization الويس pasteur كان يقضي على كمية من البكتيريا جون تندل قال لك لا sterilization أو على اسمه تندل لأ انت بدك تحمي لمية سيليسيوس وتتكون يرتاح وتحمي مرة ثانية وتتكون يرتاح هيك خمس مرات هاي عملية التعقيم تقضي على كل عليها تمام فضوي نفريقهم عن بعض هاتف هانز كريستن جرام هانز كريستن جرام هو اخترع الgram staining الgram staining اهم من اهم ال procedures اللي بنستعملها في المايكروبيولوجي بتخليني اقسم اصنف البكتيريا لمجموعات مختلفة تخليص انت كل البكتيريا مرة واحدة مع بعض كل ايات وصفات مختلفة صعب عليك دراستهم لكن اذا قسمتهم من مجموعات اللي صنفتهم حسب تصنيف عام هيك سيسهم عليك دراست هاي البكتيريا فاذا انا بستعمل اسمه gram staining هو احدى انواع الصبغات اللي بستعمل لها gram staining احنا تعرف عليها بعدين تمام طبعا gram بين الاضافة ل جرام بيولوجي كارل المهام اكتشف اللي هي طريقة gram staining في برلين اوكي لحد اليوم نستعمل gram staining عشان انا اميز البكتيريا المختلفة عن بعض ها البعض وسميت gram staining على اسمه gram هانز كريستن gram فاذا gram staining على اسمه اللي هو gram اوكي وهي اذا تستعمل عشان اتعرف على البكتيريا المختلفة هون بس انا مرخص للبيونيس نراجحهم سريعا father of modern microbiology هو الويس باستر father of microbiology بشكل عام هو اول واحد انتون van ليوين هوك تمام father of medical microbiology هو روبرت كوك اللي اكتشف مطعوم اللي اكتشف السل مرض السل father of bacteriology برضه هو روبرت كوك تمام عندي smallpox اللي اكتشف smallpox باكسين اللي هو اول باكسين ضوي نتذكر اول باكسين اللي هو smallpox اكتشف ادوارد جنر الستيريلايزيشن او تينداليزيشن عن طريق جون تيندل والانتيسبتك عن طريق جوزيف لستر اوكي فااذا هاي هم البيونيير كوز سريع كل واحد وشو المثل اللي اعرفه روبرت هوك كان ايش روبرت هوك هل كان هو البيونيير في ميكروسكوب لا السوان نيك فلاسك كان يستعمل التجارب لا برضو لا جواب هو نعم روبرت هوك هو اول من طلع بالسل عن طريق الكمباون ميكروسكوب تمام روبرت كوك طبعا لازم نكون عارفين هل هو ارلي بيونيير في ميكروسكوب لا هل هو السوان نيك فلاسك برضو لا برضو لا برضو لا بالضبط هو اكتشف التي بي تمام لويس باستور هو اللي عمل لسوان نيك عشان عملية كفنسكو هل هو هو اللي عملي هو هيتينغ أي waarفع ونزل عشان نقطع البكتيريا وهو آنطني وهي منكون ننتهينا من المحاضرة الاولى منماد ميكروبيولوجي اتمنى ان هنالك انهيجابكم ي Joel وانراكم على خير في المحاضرات القادمة وفي مادة الجينيتكس ان شاء الله يعطيكم الف عافية والسلام المترجمات لكثير من الاشتراك في القناة